ومن مدينة رامالله ينضم إلي مراسل القناة تايتونفورانيوز فراس حسن مرحبا بك فراس في البداية دعني مع آخر تطورات الميدانية في الضفة الغربية كنا قبل قليل في تطورات الميدانية في القدس والتي شهدت كذلك ليلة غير هادئة حالها كحال الضفة الغربية نعم محمد بعد يوم عصيب عاشته الضفة الغربية خصوصا في منطقة جينين إثر اغتيال قوات الأمن الإسرائيلي أربعة مسلحين فلسطينيين من المطلوبين لها اندلعت اليوم مواجهات في أكثر من منطقة في الضفة الغربية أعنفها كانت في الخليل التي تواصل الإضراب فيها لليوم الثاني حدادا على ضحايا العملية الأمنية الإسرائيلية في جينين حيث أصيب خمسة شبان فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مدينة دورة جنوب جينين كما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وأصيب شبان بالرصاص الحي أيضا خلال مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل أيضا اندلعت مواجهات أخرى مع قوات الإسرائيلية على حاجز أبو الريش العسكري المتواجد في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وفي المنطقة الجنوبية أيضا أغلقت القوات الإسرائيلية كافة مداخل مدينة الخليل بعد أن أطلق مسلحون فلسطينيون على سيارة إسرائيلي مرة من المنطقة وما زالت قوات الأمن الإسرائيلي تجري عمليات البحث والتمشيط في المنطقة في مدينة البيرة أصيب شاب برصاص في ركبته خلال مواجهات في منطقة جبل الطويل شرق البيرة في بيت لحم أيضا محمد كان هناك أيضا مناوشات ولقي طفل لم يتجاوز عمره السبعة أعوام مصرعه جراء سقوطه من علو أثناء مطاردة قوات الجيش الإسرائيلي لمجموعة من الأطفال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم هكذا أعلنت المصادر الفلسطينية وكما وصلنا على سعيد الاعتقالات بشكل عام محمد اعتقلت القوات 15 فلسطينيين فلسطينيا خلال حملة مداهمات نفذتها في الضفة ممن تعتبرهم من المطلوبين لأجهزتها الأمنية نعم هذا مجمل المستجدات في الأراضي الفلسطينية ولكن موضوع المسيرات وملف الضوء الأخضر الذي منحه الجيش الإسرائيلي لاستخدام المسيرات في عمليات اغتيال مستقبلية قد تكون في الضفة الغربية أثار كذلك ردود فعل فلسطينية غاضبة وتحدثت عن انتهاكات إسرائيلية تلتها ردود فعل كذلك دولية وأممية داعية لتهديئة الأوضاع بالفعل على الصعيد السياسي والتحركات السياسية وردود الفعل سواء المحلية أو الدولية التقى نائب رئيس حركة فتح محمد محمود العلول ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية العلول اعتبر أن الفلسطينيين لن يستسلموا للواقع الذي تقيمه إسرائيل بما سماه القتل والسلب وزارة الخارجية الفلسطينية كما نوحت محمد حملت الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في المنطقة كما حملت مجلس الأمن الدولي المسئولية عن تداعيات هذا التصعيد لوقف دوامة العنف خصوصا بعد قرار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كما أشرتهم أفيف كخافي استخدام طائرات المسيرة في استهداف المسلحين الفلسطينيين قرار الجيش الإسرائيلي لوح به سابقا لكنه لم يطبق خشية الردود الفعل الدولية الرافضة لتطبيقه بسبب انعدام مبررات استخدامه مندوب السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة أيضا رياض منصور خاطب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة دعا المنظمة الدولية ومجلس الأمن لتحمل المسئولية الواضحة والتحرك الفوري لتنفيذ قرارات بما سماه إنهاء الاحتلال إذن ردود فعل غاضبة بطبيعة الحال من قبل الجانب الفلسطيني على هذه التطورات أشكرك جزيلا شكر فرس حسن مرسل قناة 24 نيوز حدثاني من مدينة رحمة الله